موسيقى يبدو أن أقرب طريق لقلب الساسة والمثقفين هي أيضا معيداتهم أسبوع لفن الطهي الفرنسي في فلسطين يشارك فيه نخبة من الطهى الفرنسيين بصحبة أشهر الطهى في المطاعم والفنادق الفلسطينية بهدف تبادل الخبرات بين الطرفين هذه هي النسخة الأولى لفن الطهي في فلسطين وهي طريقة جديدة لتقريب العلاقات وتبادل الثقافات بعيدا عن ميادين السياسة فموائد الطعام تجمع الناس ويدور عليها أهم الأحاديث كما أحببنا أن نعرف الطهات الفرنسيين بفلسطين والطهي الفلسطيني وهي فرصة لإضافة الكثير لهذين المطبخين البرنامج الذي تنظمه القنصلية الفرنسية العامة في القدس والمعهد الثقافي الفرنسي ما أن أعلن عنه حتى تقدم عدة طهات بدافع زيارة فلسطين والتعرف على مطبخها هذا الصباح عندما تناولت الفطور شامت رائحة بعض الابهارات واختبرت الكثير من المذاقات وأعتقد بأن هناك تشاب في فرنسا ودول حوض المتوسط أستطيع أخذ الزعتر والحمص وأعمل بها فطور فرنسي لأن النكهات والأطعمة متشابهة يبدو أن الطهات الفرنسيين أصحاب المطعم الشهير بنكهاته وبطه ونبيذه وخبزه وجبنته متحمسون لمسج ما لديهم من خبرات في الأرض الفلسطينية وتقاليدها ومطبخها أكلنا إحنا كمان يتخالط أو يتجانس مع أكلنا وأكلهم المعروف عننا إحنا الأكل العربي وجبات كبيرة بس اللي حاولنا بالأمريكان كولوني إنه نسوي كورسات من خمس كورسات ونصغر الكورسز على كيف التقليد تبعون وكيف هن بأكلوا فكتير كانت فكرة حلوة ومتجانسة وبالنسبة للتيم تبعي رح يشوفوا طبعا شغلات جديدة رح تعلموا شغلات جديدة الامسخن المقلوبة الفخارة وغيرها ستحظى بشرف أن تقدم للفرنسيين مع طرق إعدادها فهل سنستغني يوما عن ثقافة الوجبات الكبيرة بعد تبادل الثقافات؟ هذا ما سنختبره بعد أسبوع الطهي أينما أذهب عنوان يبقى دائما القدس أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com email القدس الإيميل العربي الجديد